السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم مسأسماء على قناة ساينس وز مسأسماء حبيبي ستوزينت اوف بريب وان اهلا بيكو يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد اول لسن لنا في الفيرست ترم السلادي من الكونسبت الاولاني اللي هنبدأ نتكلم فيه عن الاتامي كناستراكشنز او التركيب الزري وزاي الماتر كونسست اوف اتوم مبدأيا كده احنا اخدنا تعريف الماتر قبل كده وقلنا ان الماتر it's anything that has mass and volume المادة هي اي شيء له كتلة وحجم يعني مثلا التابل دي اللي قدامي دي ماتر الفون اللي انا مسكه ده ماتر الكمبيوتر ماتر البن اللي في ايدي ده ماتر مادم هي has mass and volume يبقى ماتر يبقى الماتر it's anything that has mass and volume واتفقنا من الintroduction اللي كنا عملينها قبل كده ان فيه different types of matter فيه solid والليكويد والجازيوس state بتاعة الماتر هنبدأ بقى نتكلم كده ونتعمق شوية في المادة بتاعتي وهنعرف ان المادة بتتكون من وحدات بناء اساسية تسمى الضرات ان الاطم it's the fundamental building unit of a matter هي وحدة بناء الاساسية للمادة بتاعتي ازاي مثلا عندنا اكزامبل هنا جايبهن على السفانكس على ابو الهول انا لنا ابو الهول ده مصنوع من الستون نوع الستون اللي مصنوع منها السفانكس هي اللايمستون او الحجر الجيري الحجر الجيري ده بيتكون من مادة اسمها الكالسيوم كاربونات الكالسيوم كاربونات بيتكون من molecule of calcium carbonate جزيئات من الكالسيوم كاربونات اللي بتتكون اساسا من atoms من مجموعة من ال atoms اللي هي ال carbon والكالسيوم والهن والoxygen متجمعين مع بعض ال atoms زي وعطوني molecule من الكالسيوم كاربونات اللي موليكول مع موليكول عاثوني الليمستون اللي صنعت منه السفنكس يبال السفنكس consist of limestone which is consist of calcium carbonate and this calcium carbonate consist of molecule of calcium carbonate that contain atoms that contain atoms so the atom is the fundamental building unit of a matter هي وحدة البناء الاساسية للمد يبال الاتوم هي الفوندمنتال building unit of the matter هنبدأ ناخد الاتomic structure او الاتomic constructions اللي هو التركيب الذري ايه يا ترى الاتوم دي بتتكون من ايه تعالوا كده نتعمق جوه الاتوم ونبص جواها ونشوفها هي بتتكون من ايه قالنا كده ان في بداية كده عالم اسمه دالتون وده اول عالم اثبت ان الزرة اللي انا هتكلم عنها دي غير قابلة للانقسام انا ماينفعش اقسم الاتوم الاتوم دي اصغر حاجة ممكن نلاقيها للمطر ماينفعش اقسمها تمام يبقى دالتون is the first scientist who proved that the atom is unable to divide هي لا يمكن لها ان تنقصب يبقى دالتون هو العالم اللي اثبت ايه ان الاتوم is unable to divide طيب الاتوم بتتكون من ايه زي ما انا شايفة كده في السلايد القدامي دي بتتكون من نيوكليس من نواة وحواليها elektrons elektronate بتلف في مدارات دائرية كده هي مش دائرية بالضبط هي لها اشكال محددة تمام بس هي specific orbit مدارات ثبتة او fixed orbit كل الالكترون بيدور في الوربيت بتاعه يبقى بتتكون من نيوكليس وelektron revolve around the nucleus in a energy level اللي هي الorbitals الenergy level مستويات الطاقة اللي حواليها دي اللي هي الدوائر اللي حواليه النواة بتاعة الاتوم يبقى الاتوم بتتكون من نيوكليس النيوكليس بيلف حواليها الكترونات الالكترونات دي بتدور في مدارات ثبتة تسمى مستويات الطاقة او energy level لما باجي ابص جوة نيوكليس نفسها بلاقي ان النيوكليس دي جواها جسيمات صغيرة هي عبارة عن البروتونات و النيترونات بروتونز and neutrons البروتونز هي عبارة عن positively charged particles جسيمات مجابة الشحنة والنيوترينز عبارة عن ايه عبارة عن uncharted particles جسيمات عديمة ايه الشحنة يبقى انا كده لما بدخل قوة النيوكليس بلاقي ان النيوكليس بتعطي فيها particles carry both of the charge called بروتونز و on charged particles called neutrons يبقى كده الاتومز بتعطي فيها كم بورتكيلز فيها 3 types of particles inside the nucleus جوه النيوكليس عندي نوعين هما البروتونز و النيوترينز البروتونز بتحمل شحنة مجابة و النيوترينز بتحمل شحنة متعدلة او غير مشحونة يعني تمام و برا حوالين النيوكليس بتعطي حوالين النواي بتعطي بتدور particles اللي هي الالكترونز والالكترونز دي carry negative charge بتحمل شحنات سالبة طيب في عالم اسمه راذرفورد راذرفورد ده عمل موديل كده of the atom هو اول واحد بتتكلم عن ان الاطم بتتكون ازاي و عمل the first model of the atom سنة 1909 سنة 1909 و قال لنا ان الاتوميك استركتر زي ما انا قلت كده بيكون ان الاطم consist of nucleus and electrons النيوكليوس هي موجودة in the center of the atom في منتصف الزرة وان الالكترونز اللي هي negatively charged particles revolve around the nucleus in energy level في مستويات طاقة وان الالكترونز دي قلنا عليها انها سالبة الشحن وخلي بقنا جدا انها سالبة الشحن كمان ان الالكترونز دي تمام الماس بتاعتها negligible الماس بتاعتها صغيرة جدا تمام لا تذكر بالنسبة للماس بتاعت النواة تمام اللي هي البروتونات والنيترونات فعشان كده انا مش بخد الماس بتاعت الالكترون بالنسبة للنيوكليوس وبعتبر ان الماس of the atom قتلة الزرة is concentrated يعني مركزة فين in the nucleus جوه النواة ليه لان الماس of the electron is negligible مهملة لو انا جيت قارنتها بالماس بتاعت البروتونات والنيوترون اللي موجودة جوه النوكليوس بتاعتي طيب ايه انا بقيس ان الماس بتاعت الجسيمات الصغيرة دي بايه بالمايكرون واحد اسمها المايكرون طيب نيجي بعد كده ندخل جوه النوكليوس بتاعتي هلاقي طبعا اليه النيوترون اللي هي الـ non-chorged port of the nucleus والبروتون هي الـ positively charged port of the nucleus وقلنا ان النوكليوس is positively charged تمام ليه النوكليوس is positively charged يجلي سؤال كده يبقى النواة بتاعتي بتحمل شحنة مجابة تحمل شحنة مجابة ليه لاحتوائها على ايه على البروتونات مجابة الشحنة فعشان كده النواة بتاعتي مجابة الشحنة تاني حاجة قطلة الزرة مركزة جوه النواة لان قطلة الالكترون مهملة جدا بان اذا قورنت بقطلة البروتون او النيوترين يبقى دا تاني سؤال give reason ممكن يجيلي the mass of the atom concentrated in the nucleus هؤلاء بيقول the electron mass is negligible مهملة يبقى دول سؤالين give reason مهمين بالنسبالي اول سؤال the nucleus is positively charged هؤلاء بيقول it contains positive proton و the mass of the atom is concentrated in the nucleus هؤلاء بيقول the electron mass is negligible طيب لما نيجي بقى نتكلم كده على الالكترونات اللي بتدور في مستويات الطاقة فقال لنا كده ان الالكترونات دي بتدور في مستويات الطاقة محددة تمام هم موجودين في اكبر زرة و اتقل زرة بتحتوي على سبع مستويات طاقة رئيسية يبقى الالكترونات revolve around the nucleus at very high speed الالكترونات بتدور حوالين النواة بسرعة عالية جدا فعدد من المدارات تسمى الانرجي لفل اللي هم seven energy لفل عددهم سيمبل من K ل Q يعني K L M N O P Q دول seven energy level اللي بتدور فيهم الالكترون around the nucleus الكي هو هو اول energy level بيقبني وده اقلهم في الطاقة تمام مستويات الطاقة دي بتزيد الطاقة بتاعتها كل ما ببعد عن النواة فهقل هلاقي ان the least energy level in energy اقلهم في الطاقة اقل مستوى طاقة في الطاقة هو الكي واعلاهم the highest energy هو والQ هيبقى انا طول ما انا ببعد عن النوكليس المستوى الطاقة بتاعتي الطاقة بتاعته بتزيد فهلاقي ان الكي دوت زليست energy اقلهم في الطاقة وان highest energy هو الكي عندي K L M N O B Q طب يا ترى الالكترونات بتتحط ازاي حوالين النواة يعني الالكترون بيدور ازاي ليه في جزء بيقعد في K ليه في جزء بيقعد في L ليه جزء بيقعد في M قال لنا لان مستويات الطاقة دي ما قلتلك هي مستويات طاقة كل مستوى ليه طاقة محددة فعلى حسب طاقة الالكترون بيقعد في مستوى الطاقة دا فانا عندي مثلا مستوى الطاقة K اللي هو اقلهم في مستويات الطاقة هلقي بيتشبع يعني بيتمال المستوى دا بكم الكترون ب2 electron بس الكي saturated with 2 electrons يعني هو مستوى الطاقة الاول لقينا ان مستوى الطاقة التاني اللي هو L saturated with 8 electron تمام لقيت مستوى الطاقة التالت M saturated with 18 electron مستوى الطاقة الرابع N saturated with 32 electron طب القاعدة دي او جابوا منين الارقام دي العلماء لقوا ان في relation بتوضح الرقم المستوى بعدد الالكترون اللي بيتمال بيها المستوى علاقة كده ما بين المستوى هو في انهي رقم وعدد الالكترون اللي هتتمال في المستوى دا القاعدة دي اسمها 2N squared 2N squared اللي هي هقول ان المستوى مثلا K هو first فالN دي هي number of energy level فمستوى الاول تمام هو K اول يبقى times 1 squared equal 2 تمام ما يبقى ده K هيتشبع ب2 طب لما نيجي طبقها 2 times 2 squared ده تطلع ب8 طب نيجي طبقها M ده third يبقى 2 times 3 squared ده تطلع 18 طب نيجي طبقها N هو fourth 2 times 4 squared ده تطلع 32 يبقى يبقى كل energy level تمام لي specific energy saturated with specific number of electrons لقى K saturated with 2 electron L saturated with 8 M 18 N 32 القاعدة بتاع 2 N squared ما بطبقها على اعلى من N يعني هي بتطبق على اول 4 energy level بس لأن الاتوم become unstable بتبقى غير مستقرة if the number of the electron in the energy level is more than 32 electron يبقى أنا ما يفعش اطبق 2 N squared على المستوى O ولا B ولا Q لأن الزرة تصبح غير مستقرة لو عدد الالكترونات في مستوى الطاقة زيتها عن 32 electron تمام يبقى because the atom become unstable جينا كده وعايزين نعمل بقى توزيع إلكتروني زي ما احنا اتفقنا كده التوزيع الإلكتروني ده بيتم ازاي ان انا بشوف عدد الإلكترونات اللي في الاتوم بتاعتي واسكن الإلكترونات في الانرجي لفل بتاعها زي ما اتفقنا ان الك بياخد 2 ال بياخد 8 و ال N بياخد 18 فأنا مثلا عندي المنت زي السلفر السلفر ده اتم بزرة عنصر اسمه السلفر او الكابريد انا بوزع عدد الإلكترونات اللي فيه هو عدد الإلكترونات اللي فيه هو الاتوميك نومبر بتاعه او العدد الزري بتاعه اللي هو 16 الاتوميك نومبر تمام هو النامبر of the electron تمام هو النامبر يبقى الاتوميك نومبر او العدد الزري هو عدد الإلكترونات التي دور حول النواة او عدد البروتونات اللي موجودة جوه النواة نفسه لان تمالي في الاتوم متعدلة قهربائيا لان عدد الإلكترونات السالبة الشحنة بتساوي عدد البروتون المجابة الشحنة اللي موجودة داخل نيوكيوس يمجيلي سؤال يقول الاتوم is electrically neutral هقول الاتوم is electrically neutral هقول بيقول النامبر of نيجاتيف نيجاتيف الالكترون ريولف around the nucleus equal to the number of possible inside the nucleus وقلنا الاتوم او العدد الزري هو عدد الإلكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة او عدد البروتونات المجابة اللي موجودة داخل النواة بتاعتي طيب انا هنا عندي السلفر نرجع تاني بيعش نعمل electronic configuration فنعمل electronic configuration للاتوم او العدد الزري اللي هو السلفر contains 16 electron فيها 16 electron 16 electron دول هوزعهم ازاي الكي saturated with 2 يبقى دي الكي هتاخد 2 electron وبعد كده اتبقى معايا كم من 16 14 هبص اللي saturated بكام ب8 يبقى حط في ال 8 يبقى 2 8 وبعد كده يتبقى معايا كام يتبقى معايا 6 الالكترونات اروح حطاهم في مستوى الطاقة الثالث يبقى الكي 2 ال 8 ال 6 يبقى ده كده ال ناخد المنط تاني زي الكربون الكربون اه الكترونات فيه 6 تمام اه الكربون سي 6 عدد الالكترونات فيه 6 الالكترونات اه بلاحظ ان الكي هايبقى فيها الباقي اللي هما باقي الستة اللي هما الفور هحطهم زي ما انا شايف في الشكل قدامي ده انا عندي مثلا المنت تاني زي الاكسجين الاكسجين او 8 الكي ساتوريت وستو الكترون والال اللي تبقى معايا 6 الالكترونات احطهم فيها طيب اه انا بقى ازاي بسمي الالمنت عندي يعني انا بحط الرمز بتاع الالمنت ازاي انا عندي مسلا الكربون انا وانا جيت واريت هولك ودلوقتي انا بعمل الالكترون كونفيجريشن اعطيته الريفير اه ات والسامبل سي اعطيته الا سامبل سي اه لما جيت قلت السالفر عطيته الاس لما جيت الاكسجين عطيتها الاو مبدئيا كده لما بيجي اسمي الالمنت فانا بسميها بكابيتل لتر بكتبها بكابيتل لتر من اول اسمها من الاسم الاولين زي ما قلنا كاربون او الها سي فتبقى سي كابيتل اوكسجين او الها او فتبقى كابيتل مثلا نايتروجين هتبقى ان كابيتل و مثلا السالفر الس كابيتل عندنا برضو هنا مثلا الهايدروجين اتش كابيتل الماجنيزيام ام جي تمام وعندي الهيليوم عطيته الرمز اتش كابيتل اسمول اللي هو اتش اي ليه بقى اول تمال كده اول لتر بيكون كابيتل لتر لو انا هعمل الرمز من من تو لتر الاولاني يكون كابيتل والتاني يكون اسمول طب امتى برمز للحاجة بتو لتر لو في واحد شبهها زي الهايدروجين والهيليوم اولهم اتش فما ينفعش اسميهم من قديهم نفس الرمز فعطيت الهايدروجين اتش كابيتل وعطيت الهيليوم اتش كابيتل اسمول عندنا مثلا الكروميوم والكولوراين الكروميوم والكولوراين الكروميوم اعطيته الرمز سي كابيتل او اسمول والكولوراين اعطيته سي كابيتل اسمول تمام طب في بعض الالمنت بقى بتتسمى أو بديها رمز بالشبه الاسم بتاعها زي البوتاسيوم البوتاسيوم اسمه بالإنجلش بوتاسيوم بس الرمز بتاعه كي طب ليه كي عشان اسمه كاليوم باللتن نيم بتاعه السوديوم بديله السيمبل ن كابيتل اي سمول اللي هو ن اي ليش معنى السوديوم بياخد ن اي عشان هو اسمه باللتن نيم ناتريا عندنا برضو مثلا ال الحديد السيمبل بتاعه عشان اللتن نيم بتاعه يبقى دي كده السيمبلز بعض ال a وعرفنا ان احنا لما بيجي احط السيمبل اول سيمبل او اول لتر لازم يكون لو انا عندي كزا حاجة مقربة للإسم فبياخد تاني حرف عشان اميز به وساعات في ايلمنت بتتسمى على حسب اللتن نيم فبناخد الرمز بتاعها من اللتن نيم ليها زي الاكزامبلز اللي عندنا هايدروجين ماجنيزيوم وعندنا الهيليوم وعندنا كمان البوتاسيوم والسوديوم والكابر سي يو كروم يام سي ار كلوراين سي ال ايرن اف اي وبكده يبقى خلصنا الليسم بتاع النهارده يارب يكون استفادنا من انستاش نعمل سبسكرايب وشير كتير للفيديو وانتظرونا في الفيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة